طيب هنرجع من الأصل معاك طيب نجيبي المسيرة الحلوة ديت معاك اللي ما يعرفش يعرف معاك واللي يعرف يسمع أكتر معاك بداية مع النادي الأهلي ناشريني النادي الأهلي كانت أمتى؟ رحت النادي الأهلي وأنا عند عشر سنين عملت اختبارات في النادي الأهلي زي أي حد الحمد لله قابلت في الاختبارات ساعتها كان كابتن ميمي شيربيني هو مدركة عن ناشرين وكابت صحاف ضعب حليم اختاروني من أول تأسيمة كانتش في وسطه؟ ولا حاجة والله ده كان حوالي ده 25 ألف واحد جيه وكنت رايح زي أي حد خالص بتشيرت أحمر وشورته وجازمة عادية خالص دخلت اختبارات زي أي حد حمد لله عملت تأسيمة كويسة كان صافر عبدالحليم الله أرحمه ندالي قال لي أنت تلع في حتة كنتم والله أعظم بلع في الشارع أنا كنت خايف كنت رايح في الشارع زماني؟ بلع في الشارع كنت بلع في الشارع في المدرسة وبلع عادي وكان ساعته أنا صغير في بلع في الشارع كنت بلع باسم النادي الأهلي كنت بلع باسم كابتن ناصر رايان عشان كان ساعته نحت الشمال وكان سريع وأنا كنت بحبه قوي يعني طبعا فلعبت في كابتن نصفط فنادالي قال لي ينفع تيجي النهاردة النادي الأهلي الجزيرة ساعته كنت بعمل اختبارات في مدية ناصر طوله ماشي الساعة أربعة رحت الساعة أربعة نزلني برضو اختبارات مع العيبة لعبة قديمة الحمدلله برضو عملت تقسيمها كويسة جدا فبعديها قال لي بص النهاردة كان يوم سبت وكان يوم 25 خمسة أنا فكر كويس جدا 25 خمسة 95 كان يوم سبت فقال لي هدت والدك معك يوم الاثنين فقالتوله خلاص ماشي الله ارحمه فجينا يوم الاثنين كان عم يجوه مع سرحان هو اللي كان ساعتها الإداري بتاع الناشئين في الفترة دي ماضية استمراته وماضية عقود ومن ساعتها قال لي بقى خلاص انت بقيت لعيف في النادي الاهلي ماضية 85 وتدركت بقى الناشئين كابتن علق مهوب كان أول مدير فني يمسكني في الناشئين أحب الكواليس أحب التفاصيل معلش أنا هاجب بتاع تفاصيل لا معاك معاك اليوم اللي ماضيت فيه بقى الاستمرات والحاجات دي كلها وصفلي اليوم ده كان بالنسبة لك إزاي؟ والله يا كريم ما كنتش مسدق فرحان يعني أنت بتلعف الشارع ومش مسدق لنادي الاهلي مرة واحدة كان حاجة كان حلمي وأنا صغير وأنا كنت في التدائي وأنا روحت النادي الاهلي وأنا في قول إعدادي وأنا صغير بقى في خمسة التدائي ورابعة وأنا كنت بلعف الشارع وأنا كنت بلعف الشارع وأنا كنت بلعف الشارع عمشورة الاهلي كلها كنت بسيب ولا ماتش كان حلمي بالنسبة لي اللي أنا أطلع في التلفزيون حلمي بالنسبة لي أنا صار ملعبة دي في حلم المسبل لأنا في يوم الأيام ألعى في نادي الأهلي مرة واحد إليت نفسي جوه المبخ وشايف مثلا نجوم يعني كابتان علاء بي هوب أنا ما حضرتوش وطبعا صغير بس والد الله رحمه وحضره دايما كان يقول لعكابتان علاء بي هوب ده كان لعيد كبير قوي 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 فأبو الله رحمه أقول حبيبني في كابتان علاء ساعياتها كان يفرجنا على الحاجات له يعني فكابتان علاء طبعا كان مدربي وأنا صغير برضو كان ساعاتها كان هو لسه مبطل بقاله كام سنة وكان مدرب يعني كان مدرب كبير كان بتزايد عامل معنا وإحنا صغرين وتدركت بقى مع كابتان ضيا السيد وكابتان عبدالس عبدالشافي وكابتان حسام البدري وكابتان مهار همام كابتان فاتح مبروك كابتان قسام عرابي أنا عاز أقولك كمية النجوم اللي مسكونه أنا في المشيين يا بختك يا بختك كابتان محمد وهبة كابتان بادر رجب مستر كوروفر أحزى أقولك كريم كان في السنة بيجينا مرة أين ثلاثه كابتان طارق سيليم في السنة كان يجينا مرة أين ثلاثة سيعتها برضو كان سيعتها مدرك بتانخشيين وبعدكاتما كابتان ميه موشي بعدها بسنة وكابتان بصادق كابتان صالح سيليم كان بيجينا على طول كان يجيوесть أنا بيجيولكو عشان أنتو الأساس بتاع المستقبل نادل أ börjar كابتان صالح سيليم وكانت مرحي فريق أول كان بيبتاع فريق أول خلاص ده عارف وعايزي أمانتوا لسه المستقبل فلازم أجي أقعد أتكلم معاكو كان بيجينا في السنة طبع مرات هو كابتن طارق سليم بصراحة فتعلمنا كتير وتعلمنا من مستر كوروفر كابتن صالح جب أحسن خبير في العالم في الفترة بتاعت نشئين طلع أجيان رهيبة مع كابتن بادر يجب وكابتن محمد وهبة كابتن حمد السيد فبصراحة كريم وأنا صغير اتعلمت حاجات في الكورة أساسيات الكورة صح تعلمت إزاي عندك شخصية تعلمت إزاي تكسب تعلمت إزاي ما تخسرش تعلمت إزاي ثقافة الخسارة ثقافة المكسب وأنا صغير ثقافة تتعامل إزاي مع جمهور ده وأنت صغير متعود تطلع في تليزيون متعود تطلع في مجلة الأهلي كان بتطلع كل يوم خميس فكان حدث كان مصر كلها بتجيبها لما صورتك تطلع يوم الخميس ده يعتبر أنت أشهر واحد في مصر اليوم ده فكل أسبوعين كنت صورتك بتيجي وأنت في الناشئين فأنت كنت مشهور جداً وأنت ماشي في الشارع في الحارة عندك في المنطقة في النادي فكنت إنت متعود الناس تقول لك اللي إنت لعيب النادي الأهلي في المدرسة فأنت وإنت صغير متعود حتى تتعامل إزاي مع ناس باحترام وبأدب وبتواضع فدي فرقت معي جداً جداً إيه موقف ما تنسوش في النادي الأهلي قبل ما تخرج من النادي الأهلي ونتكلم على مرحلة ما بعد الأهلي أما طلعت فريق أول مطلعت فريق أول كنا في الاستراحة وكنت عمل مطشاك كويسة جداً فمستر موان الجزيه تفرج علينا كنت نايم كان يوم جمعة يوم جمعة بالظبط كنت نايم الساعة 9 صبح لقيت العمل بصاحيني من النوم وجايب لي الجورنان كان الجورنان الأهرام أنا فاكر كويس جداً تصعيد عمر الحلوان الفريق الأول با كان بالنسبة لحلم فرح الشريط بتاع أنا عادت في الأهل الشريط بتاعي اللي أنا مش مصدق اللي أنا بكرة هروح التمرين مع النادي الأهلي مع مصرور الجزيه مع اللعيبة مع ساد عبد الحفيز مع كابتان هاد الخش مع كابتان صاح حفيز مع خالب بيم مع كابتان صوت البطل يعني جو اللي هو إيه الحلم اللي أنا ابتديته من صغري بيتحقق دلوقتي اللي أنت عايز تبقى لعيب كبير في نادي الأهل عايز تتمره مع الفريق الأول عايز تمره في التيتش أنا فيها أوقاتك كريم عندنا مطشاط في التيتش مثلا زمان مثلا لو مطش بتاعنا الساعة 4 والفريق الأول هخلص مسلا ساعة 6 والفريق الأول عن تبريسا 8 كنت بقى أتفرج على التمرين بتاعي في الأول قعد الواحدي فوقه في المدرق قعد أتفرج بأحلم اللي أنا بقى واحد من في يوم الآيام أبقى واحد موجود جوه الملعب ده بأحلم الجمهور ده يتفرج على التمرين يتفرج علي ويسلم علي ويشاور لي ويسلم عليه ويبقى مشهور كان حلمي من أحلام اللي أنا بقى كده بصراحة فالحمد الله يعني يوم عن يوم الموضوع ده بتحقق بقى فرحان جدا تسعدت للفريق الأول تسعدت للفريق الأول اللقاء الأول مع مانو جزي واللعبين أول يوم قابلني فيه ساعتا كنت بنساط البطل ومستر مانو جزي كنت أول مرة أشوفه بقى يعني فس تو فس كده قال لي أنت لعب أنا أولا ما بحبش النشئين كنت أنا وحسام عشور قال لي أولا أنا بحبش النشئين مين اللي قال لك كده مستر مانو جزي أه على طول قال لي أنا بحبش النشئين بس أنا تفرجت عليك أنت وحسام عشور أنت عندك شخصية أنت عندك حاجة مش موجودة كتير بيعجبني الشخصية بتاعتك بيعجبني أسلوب لعبك عايزك تطلع فير الأول ما تخافش إلعب زي ما بتلعب في الفريق العشرين سنة وأنا هساعدك وأنت معنا اعتبر نفسك من النهار ده بقيتش ناشي أنت بيت واحد من الفريق الأول فبصراحة جداني طاقة غير طبيعية والكلام ده قالوا في المحاضرة بتاع الفريق الأول قال لهم لازم تساعدوا اللعبة دي اللعبة دي لعبة كبيرة اللعبة دي في يوم اليوم هتبقى شايل الناد الأهلي بصراحة دي أنا باور غير طبيعي وخلي لعبها الفريق الأول حتى تتعامل معنا معاملة باحترام وبأدب وهم كلهم بصراحة كانوا فيه كمية كمية تواضع اللعبة كبيرة بصراحة ده برضو تعلمته اللي أنت وأنا صغير كانت لعبة كبيرة جدا كابتن هدي خشبة كابتن هدي خشبة كابتن هدي الناس دي كانت بتعامل معايا يعني كمة من التواضع والإحترام فلما كدرت بيتي هتتعامل مع الناس كده الزغارين كده لازم تتعامل باحترام وبتواضع ده برضو اكتسبته في القط الليبس وتعناد الأهلي كل الكلام الناس بتتكلم كلها بكلام إيجابي للعبة كلها لو في مشكلة بتتحل جو قط الليبس ما فيش أثار تطلع برقودة الليبس ما فيش أي حاجة تطلع برقودة الليبس سلبية كل حاجة تبقى إيجابية حتى لو في مشاكل جو قودة الليبس وحدش بيتكلم معنا خالص لو في مشكلة بين لعيب واللعيب وتخرص في ساعتها كل ده والله كريم تعلمته في قودة النديل آنف والله العظيم